نرجع لفكرة العمليات انتم بدأتوا تشاركوا فيها وانتم بتبنوا ولا انتم تفرقتوا بص هو من بعد وقف اطلاق النار كل جانب كان بيحصل الدفاعات بتاعته فتلاقي الاشتباكات في سنة 67 قليلة الاشتباكات في 68 على استحياء مصر تطفع تعمل عملية بس عشان نفرفش نفسنا انما كل واحد من الجنبين بيعملوا ايه بينظاموا نفسهم في هذا التنظيم مصر وجدت ان القيادة على العناصر اللي بتطلع نار للجو مزدوجة بين سلاح التيران وبين المدفعية فعملت قرار جمهوري بانشاء قوات الدفاع الجو في فبراير 68 على ان تتولى العمليات في 1768 دي فترة تجهيز الفترة دي طبعا احنا قبل تأسيس الدفاع الجوي كان ضمن القوات الجوية كانت السواريخ بتأخد اوامر العمليات من القوات الجوية من القوات الجوية وبتأخد بقية الاوامر كلها من المدفعية فأصبح فيه ازدواج في القيادة بالزبط اه بعدها اتوحدت القيادة في قوات الدفاع الجوي اعتبارا من 1 سبعة اه 68 اه والدين لكم مهلة لأول السنة لا الدينة مهلة من فبراير ليوليو ليوليو تمام تمام قصة البناء لا دي طويلة دي طويلة عشان انت بتجمع انا فاهم انت بتجمع العناصر من كل حتة يعني ايه يعني القوات الجوية معروفة طائرات اه مش كده بالزبط لطب الدفاع الجوي لا ده انت عبارة عن رادارات عشان تكشي في الجو وتعمل انذار ونقط مرابب النظر طبع عشان تساعدها وبعدين مركز قيادة عشان تلم الكلام ده كله بالنسبة لرادارات وبعدين سواريخ كتاب سواريخ ومدفعية ورشاشات ولهم مركز كده مشترك مع القوات الجوية عشان يعمل التعاون هي عملية معقدة عملية معقدة عملية معقدة مش سحلة دي تشكلت بقى في خلال الاربعة تشهر دول وابتدى يتبني الدفاع الجوي وياخد كل واحد مهمته انا دلوقتي كسواريخ فان يجعب القوات الجوية نعم يجعب قوات الدفاع الجوي اللي يتمدني بالانذار بتمدني بالأهمر السيطرة بتمدني ام تشتبك ام تشتبك ام تشتبكش بقى كل اتجاهي مع مين مع الدفاع الجوي مع الدفاع الجوي وبعدين الدفاع الجوي في مركز القطرة السيطرة يقول ايه التهارة اللي جاية دي لا دا السواريخ اللي تضربه طب طب تبعدت عن مواقع السواريخ القوات الجوية اللي حيضر بيها اه بالذب اللي بتنظم العمل ما بين القوات الجوية والدفاع الجوي تمام؟ ده اللي حصل خلال فترة 68 بس هل احنا مدفعناش عن نفسنا او ما حولاش نعمل الدفاع بالسواريخ عن الجبهة قبل كده؟ لا بدينا بدينا اشتغلته في 28.11.1967 اول كتيبة السواريخ او مقوقع السواريخ طلع تاني على الجبهة والحمد الله انا كنت فيه اه في الموقع ده في شمال غرب او صوير وبعدين 29 طلع واحد تاني مواقع تاني فابو سلطان 30 طلع واحد تاني فوق جبل جنيفة وبقوا ثلاث مواقع السواريخ هما اللي يدافع عن الجبهة بس دول مش كفائي